التوافق والتحاصص في العراق نهج سياسي يبدو أن شركاء العملية السياسية قرروا أن لا يتخلوا عنه ولو بمواجهة شعب ثائر بأكمله فبعد أن قال العراقيون كلمتهم بوجه رموز العملية السياسية منذ مطلع تشرين الأول الماضي وقدموا مئات الشهداء وعشرات الآلاف ما بين جريح ومغيب قسريا في مقابل إسقاط النظام الحالي بكل مخرجاته يعود شركاء المال والسلاح لتقاسم النفوذ والمكاسب على غرار ما حصل أواخر عام 2018 حينما تم تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة المستقيلة بإرادة الشعب المنتفض فبعد رفض الثوار الأسماء التي طرحتها الكتل السياسية مثل محمد الشاع السوداني وقصي السهيل وآخرهم أسعد العيداني تؤكد تسريبات صحفية حصول اتفاق مبدئي بين تحالفي الفتح بزعامة هادي العامري وسائرون بزعامة مقتدى الصدر ينص على أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون توافقيا على غرار آلية اختيار عبد المهدي المستقيل التسريبات أوضحت أن التفاهم الذي جرى بين العامري والصدر تضمن اختيار رئيس الحكومة المقبلة بطريقة لا غالب ولا مغلوب في الأصوات البرلمانية ليستقر الرأي على عدة أسماء أبرزها أسعد العيداني مرشح تحالف البناء نظير تمرير قانون الانتخابات الجديد وأن يحصل تحالف سائرون على مناصب محافظ البصرة وواسط وذيقار فضلا عن تسنمه وزارات الكهرباء والنفط والصحة في حكومة العيداني المزعومة الأنباء التي تحدثت عن تسلم الرئيس برهم صالح كتاب ترشيح أسعد العيداني لمنصب رئيس الوزراء سرعان ما رد عليها متظاهر ثورة تشرين في بغداد والنجف وذيقار والبصرة وباقي محافظات العراق بالقول لا لتدوير نفاياتكم السياسية